في جو مفعم بروح الأخوة والمحبة استقبل الإرشمندريت بولوس نزهة المدبر البطرياركي لروم الملكين الكاثوليك بالأردن الأمين العام لدار الكتاب المقدس الأستاذ منذر نعمات والوفدة المرافق وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة تعيينه مدبراً بطرياركياً لمطرنية الروم الكاثوليك وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأب جور شرايحة والأب مودي هنديلي والأستاذ عامر دعيبس والسيدة رولا بواب تبادل كلمات المحبة والتقدير حيث أكد الجانبان على العلاقات المتميزة بين الدار والفعاليات الرعوية مشددين على أهمية استمرار التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية لتعزيز الرسالة المشتركة في خدمة الكلمة وبناء جسور التواصل بين مختلف أطياف المجتمع وفي ختام اللقاء أعرم الفريق الزائر عن تمنياتهم للإشمندريت نزهة بدوام التوفيق في مهمته الرعوية الجديدة والدعاء إلى الله أن يهبه القوة والحكمة